السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله في الفيديو ده هوضح مشكلة بتحصل لتسعين في المية تقريبا من اللي بتنزل وازاي تحلها وازاي تعمل اكاونت خاص بيك او ازاي تحطه تضيفه في البرنامج. طبعا اه عشان تعمل اكاونت لازم تدخل على عندنا تلات مواقع ياما موقع full ssh.com ياما موقع sky ssh.com ياما موقع فاست. طبعا هنبعث لكم اللينكات. فانت لازم تعمل اكاونت الاول. لان السيرفر اول ما خمسة بيستخدمه السيرفر بيقف. يعني كل عليه خمسة. لازم يستخدمه خمسة بس. طبعا احنا مش هنقدر نكفي او نعمل للعدد كله. فانت لازم يكون معك على اقل تغيره كل خمس ايام او كل سبع ايام حسب ما هتعمله. عشان لما يزل تشتغل بيه ويكون شغال معك كويس. هنبدأ زي ما احنا شايفين. اهو في الاول خالص. بابتع المشكلة اللي بتحصل. تيجي تعمل تستنى عليه. هنشوف الرسالة اللي هتظهر دلوقتي. شايفين الرسالة دي? دي معناها ان السيرفر خلاص. مش هيشغل مش هشتغل على السيرفر ده. انت لازم تعمل اكاونت تاني. طب تمام. طب انا عملت اكاونت. شكل الاكاونت عامل ازاي? اهو زي ما احنا شايفين. اه دي شكل الاكاونت اللي بيكون موجود. معك. ده السيرفر. اف اار دوت فول اس اس اتش دوت كوم. وفي يوزرنام وفي باسورت. لازم تكتبوا بالزبط زي ما هو موجود. هنبدأ ندخل ونكتبوا جوة البرنامج. هنفتح الحاكم. هنبدأ نعمل اس اس اتش سيتنج. وبعدين نيجي في الهوست. الهوست ده عن السيرفر. هبدأ اغيره. او اف اار دوت. فول اس اس اتش دوت كوم. ما تخليش بينهم مسافة. يكون زي ما هو موجود بالزبط. اوكي. البورت زي ما هو. اليوزرنام لازم تغيره زي اللي موجود في الصور. او زي الاكاونت اللي انت عامله. والباسورد. زي نفس الاكاونت بتاعك. وتبدأ تعمل سيف. هنشوف دلوقتي الفرق اول ما تعمل ستارت. ايه اللي هيحصل? زي ما احنا شايفين. نفس مجرد انك انت غيرت له الاكاونت بتاعه. اشتغل معاك. فدلوقتي بقت هي دي المشكلة. فانت كل تلات ايام او كل سبعة ايام اعمل لك اكاونت يعني الاكاونت موضوسة على اي موقع منه. وتقول من ينزل ان شاء الله هنزلوك مفتوح على طول. تكتف الاحاونت بتاعك وتشغل هتلاقي يشتغل معك من غير اي مشاكل خالص. دي مشكلة جات لنا كتير على الرسائل. فانا حبيت اوضحها في فيديو. لو الفيديو عجبك ياريت تعمل لايك. وياريت تعمل لي سبسكرايب القناة. وياريت تتابعونا على البوت وتقول لنا لو في اي مشكلة عندك تكتبها على الصفحة عندنا. شكرا يا شباب.